مايرا صورة مني تعكسني أنا كل حاجة فيها أنا حطي ممكن حاجة يعني حاجات كثيرة فيها أنا من تصرفاتي ومن حياتي حاول قد ما أقدر أخليها في مايرا مايرا اسمها جاي من القادسة الإغريقية آيرس اسمها وهي القادس حقة الألوان الإلهة آيرس إلهة الألوان عند الإغريق أي عند الإغريقين إلهة الألوان واحدة من الألوان التي كانت من أساميها اسمها مايرا هو اللون الأورنج وهو ماي فايفورت كولر لونك المفضل أي ولونك المفضل وعشان كده سميتها مايرا وقمت بتصميم الدمية التي اعتمدت عليها في التحريك بعد ذلك يعني أرينا الدمية وهذا بالفعل هذه هي الشخصية التي نراها نعم أنا كيف صممتها أول حاجة طبعا جلست فترة طويلة عشان أفكر أنا كيف أبغاها كنت أبغى مايرا يكون شكلها فريد من نوعها ما أبع إنو حاجة صارت قبل كده أو كاركتر عادية أو كارتوني بزيادة حبيت أنها تكون خفيفة ولطيفة كده وسهلة على العيون وملامحها صغيرة لأن أنا ملامحة صغيرة فحبيت أحط ملامح صغيرة فيها بالنسبة للألوان حبيت أن الألوان تكون جزء كبير من الفيلم فحبيت أن هي ألوانها تكون طافية لكن الكوت حقها النعطف حقها يكون باللون التركوازي الفاقع عشان عيونك على طول تنجذب لي على طول تتفرج رحلتها وتتشوفها من بداية وهذا ما حدث يعني بعد دقيقة أو دقيقتين من بداية الفيلم دخلت عالم مارا وهو فيلم يعني يستحوذ على المشاهد بسبب أجوائه الغرائبية ولكن ما لفت انتباهي يعني هذا الفيلم سنعطيه في السعودية ولكن لا نرى أي عنصر عربي حتى أو من البيئة العربية أو السعودية تبدو أكثر من أوروبا الشمالية من حيث الغابات والأشجار والثلوج وما إلى ذلك بالنسبة لي أنا حبات أنه يعني أخلي لك أو شكل يعني بعيد عن الكولتشرز أساسا يعني الغابة ممكن تكون في أي مكان يعني أنا ما فكرت غابة أوروبية أنا بس فكرت غابة عموما يعني فأنا ما حبيت أن أحط سانز وما حبيت أن أحط شيء زي كده لأنه يعني أتسلك في النهاية اللي أنا كنت بحاول أطلعه ولكن أيضا يعني مارة تستحبنا في رحلة ورحلة مخيفة في الحقيقة يعني هي تمر بغابة ونرى أنها غير مستعدة لمواجهة المخاطر المحتقة بها هناك أعي تراقبها وهناك خوف حتى نشعر به من وقع الخطوات على الأرض يعني هذا ربما كان الصوت الأهم بالرغم من أنه كان خافت جدا إلا أننا كنا نسمعه وتلك المخاوف استمرت حتى بعد أن خرجت من الغابة وصحبتها وطردتها يعني من أين هذه المخاوف؟ هل هي مخاوف الماضي أم الحاضر أم المستقبل؟ بالنسبة للشخصية مارة أنا خليتها كطفلة صغيرة والطفلة هذه سر لها في ماضيها حاجات حصلت لها يعني مثلا في البداية لما كان في السرير والباب كان البعبع فهي كانت خايفة مرة من البعبع وهذا الخوف جلس معاها كنا نتمنى لمارة نهاية سعيدة ولكنها لم تكن سعيدة بالمرة يعني أنا بالنسبة لي في النهاية كنت حابة أني ما أوري مارة بالضبط أشار فيها شفتها غرقت في أعماق البحر يعني أنت ما شفت إش سار بعد كده ما شفت إش هي أنقذت نفسها هي كملت هي ما كملت أحبت أنه خلي الواحد يفكر أنه إش سار فيها طيب هي ماتت هي عاشت هي إش سار معاها ما حتعرف ودي يعني هل تعتقدين أن أسلوب التحريك ربما هو وسيلة أسهل للتعبير عن قضايا قد تكون ربما حساسة أو شائكة لو تناولتها بشكل مباشر أو بشكل درامي بالنسبة لي صراحة أنا ما يفرق لأنه أنا سويته أنيميشن لأنه إتس ماي باشن شغفي أنه أكون أنيميتور وشغفي أني أكون في الـ CGI World العالمة الـ CGI بالنسبة لي أنا كانت قصتي أكثر شيء عن الشخصية حقتي والشخصية اللي أنا بنتها من ولا حاجة من عقلي فقط أنا أود أن نعرف كم استغرق العمل على الفيلم من البداية حتى النهاية استغرق الفيلم حوالي سنة من اللي هو بداية الشغل في الـ Pre-Production كتابة السيناريو جلست فيه كتير يعني كتبت السيناريو تقريبا حق أربع مرات لأنني حبيت أنه يعني أكتب حاجة من قلبي يعني ما كتب شيء كل ما في شيء ما عجبني أقوم I scrap وأبدأ من البداية بعدين طبعا الـ Design Process الإنتاجية بدأت Storyboard as well طبعا كل شيء كان شغل لي أنا ما هي نسبة العمل اليدوي مقارنة بالعمل على الكمبيوتر في هذا الفيلم؟ عمل اليدوي كان جدا قليل حوالي ممكن 20% من ناحتي هو الرسم اللي على بيدي يعني لما كنت برسم الـ Storyboard لما كنت برسم الشخصية ملابسها الـ Props هذه الحاجات كلها يعني أستغرقت وقت لأنني أعملها sketches أحبف أفضل sketches على الـ Digital يعني بعد كده نحط ديجيتالي وكل يصير كمبيوتر بعدها نود أن تحدثين عن الجامعة التي تخرجت منها جامعة السينما ربما الكثيرون لا يعلمون الكثير عن وجود جامعة للسينما في السعودية هي جامعة عفد وهي عندهم تخصص اسمه الانتاج المرئي والرقمي وهذا أول تخصص للسينما في السعودية ومتخصص للفتيات في له أربع تراكات أو ميجرز من ضمنهم من ضمنهم الانيميشن التحريك البرودكشن الإنتاج وكتابة السيناريوهات وبضع فيه اللي هو ميديا التواصل التفاعل يعني؟ بالضبط هو هذا فأنا أتخصصت كمتحركة وفي نفس الوقت كان من ناحية أن تتعلم كل حاجة في البداية يعني تعلمت الإخراج فيلم عناصر الإخراج المتكاملة المتكاملة بالضبط الحجاجي شكرا جزيلا شكرا لك